اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد ان قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقص الشريط ايذانا بفتاح المعرض تفضل سموه بالقيام بجولة في ارجائه اطلع سموه خلالها على ما تضمنه من معروضات في قطاعات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والعقارات والديكور والاثاث حيث اعرب سموه عن اعجابه بما يشتمل عليه المعرض من معروضات ذات جودة عالية وتقنيات متميزة وقال سموه ان الحكومة حريصة على توفير كافة المقاومات التي تعزز من قدرة القطاع العقاري على النجاح للقيام بدوره كاحد اهم المرتكزات الرئيسة في دعم الاقتصاد الوطني واكد سموه ان حالة الزخم التي تشهدها صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة تعكس مدى المكانة المتميزة والسمعة الطيبة التي تحظى بها اقليميا ودوليا مشيرا سموه على استمرار الحكومة في دعم هذه الصناعة وتنميتها واكد سموه ان معرض الخليج للعقاري استطاع ان يحقق النجاح وان يستقطب سنويا مزيدا من الشركات التي تحرص على المشاركة فيه لما يتميز به من قدرات تنظيمية عالية فضلا عما يشكله من فرصة مناسبة لرجال الاعمال لعقد الصفقات وتبادل الخبرات وقال سموه ان ابرز ما يميز المعرض انه يشكل تجمعا خليجيا نحتاج اليه لاقامة المزيد من المشروعات المشتركة التي تلبي طموحات دولنا وشعوبنا في النماء والازدهار منوها سموه الى ان ما تشهده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من نهضة عقارية وعمرانية يعكس مدى اهتمامها بترسيخ اسس تنمية شاملة لصالح شعوبها من جهته تقدم السيد انوار عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض باسماءات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على رعاية المعرض كل عام وهما اسهم في نجاحه وزيادة نسبة المشاركين فيه الامر الذي يعكس مدى اهتمام سموه بدعم القطاع الخاص ليقوم بدوره في دعم جهود التنمية التي تشهدها البحرين في كافة القطاعات كما قال ان الحكومة برئاسة السموه تولي القطاع العقاري جل اهتمامها ايمانا منها بمدى التأثير القوي لهذا القطاع لدعم مسيرة التنمية الاقتصاد والاقتصاد الوطني وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين كما اعرب السيد جبران عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه برعايته وافتتاح المعرض مؤكدا ان تشريف سموه للمعرض يجعل منه موضع اهتمام لمختلف العارضين واشار الى ان المعرض يقام هذا العام في الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين زيادة في الاستثمارات في قطاع البناء والبنية التحتية مؤكدا انه اثبت النجاح هو من عكس في استقطاب العديد من الشركات المحلية ومن دول مجلس التعاون ناسيما من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ترجمة نانسي قنقر